يحل عيد الفطر المبارك على وقع كارثة بيئية تتمثل بإقفال مطمر النعمة وفق ما أعلنت الجمعيات البيئية والمجتمع المدني وأهالي المنطقة مدعومون بموقف اللقاء الديمقراطي الذي أعلن رفضه تمديد أي مهلة لإقفال المطمر ووسط رفض معظم المناطق بتحمل أعباء زائدة من النفايات في مطامرها وفق الخطة البديدة التي اقترحها وزير البيئة محمد المشنوق حملة إقفال مطمر النعمة والمجتمع المدني لم يرحبوا بموقف الوزير المشنوق بشأن إمكانية تحمل بضعة أشهر إضافية وأكدوا أن تحركهم مستمر الحكومة تعرف أن موضوع النعمة مشكلة ومعضلة وطنية منذ سنوات بس للأسف لحده لا تتعدى المعالج للحكومة الارتجال أكيد بكرة بديكم في قطع طريق والتحرك نحن نازلين بشكل سلمي ونازلين من شين صار فيه وعودات نحن بنعرف أنه وعد الحر دين الحملة دعت رئيس الحكومة ووزير البيئة إلى طاولة حوار من أجل التوصل إلى حلول ترضي الجميع على الرغم من أن عروض المناقصات وصلت إلى خمسة من أصل ستة لمعالجة النفايات الصلبة وتبين أن أحد عشر شركة تقدمت بطلباتها لكن لم تتقدم أي شركة بعرض لمنطقة بيروت مع ضاحيتها فيما دعا الوزير المشنوق مجلس الإنماء والإعمار إلى تمديد العمل بمطمر النعمة سيكون اعتصام مفتوح ستركب الخيم على مدخل المطمر وسيكون مثل مصرح لتزال الناس تزوروا كل يوم في حفلة في احتفال لإغفال مطمر النعمة قرار بتصدير نفايات بيروت وجبل لبنان إلى البقاع الشمال والجنوب هو قرار خاطئ فمن هيك خلص خلينا ناخد قرار أخير أنه كل قضاء بعالج نفاياته يعني وكأنه عم نحكي بالفيدرالية بالنفايات وفي غياب أي مطمر بديل فإن شوارع العاصمة بيروت وجبل لبنان مهددة بالغرق في النفايات وسط عدم إيجاد أي حلول لمواجهة هذه الكارثة مطمر النعمة وهذه الطريق إليه بالذات ستقفل الجمعة لتخلف مشكلة كبيرة ستؤدي إلى انتشار النفايات والأوبئة في العاصمة بيروت وجبل لبنان فهل ستتحمل الحكومة شبه المعطلة وزر هذه القضية الحيوية؟ سؤال يبقى في رهنها شهير دريس تلفزيون المستقبل